إلى جانب الرفاهية ومظاهر اتباع الشريعة الإسلامية أصبحت الإمارات وجهة للاتجار بالجنس ويعد العثور على بطاقات العمل الخاصة ببيوت الدعارة أمرا متاحا هذا ما يشير إليه تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين وروترز ويلقي الضوء على شبكات غير قانونية تعمل في الإمارات وتجبر النساء الإفريقيات على ممارسة الدعارة يربط التحقيق هذه القضية بامرأة نيجيرية تدعى كريستي جولد يقول إنها زعيمة في شبكة إجرامية استدرجت إفريقيات إلى دبي وأجبرت هنا على ممارسة الدعارة في الحانات ونواد الرقص وذلك وفقا لمسؤولين في مجال مكافحة تهريب البشر بالحكومة نيجيرية وناشط بريطاني في مجال حقوق الإنسان يقتفي أثر عملياتها ونساء قلنا إنهن تعرضنا للتجاري والاستغلال على يد جوض فيما يتعلق برواية النساء يقول إن 25 أمرأة قد تلقينا وعودا بمنحهن فرص عمل لكن تم إجبارهن على ممارسة الدعارة وقالت أخريات إنهن اخترنا العمل بالجنس لكن تعرضنا لسوء المعاملة وسرقة أرباحهن ولم يكن بوسعهن الحرب قالت ثلاث روساء إن السيدة جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء اللي لم يفعلن ما يطلب منهن ومن لم يستطعن جني المال الكافي لها تم نقلهن إلى شقة في دبي حيث قام شقيق جولد بتجوعهن وجلدهن وقالت واحدة من النسوة إنها قد تعرضت للضرب بقسوة وكانت معاناتها شديدة ووصفت مرأة الناجيرية كيف أخذها أحد التجار إلى ماخور كما تصفه في الهواء الطلق بالصحراء بين دبي وأبوظبي وقالت إنها ونساء أخريات يخلعنا الملابس وينشرناها على الأرض ويجبرنا على ذلك يأتي الرجال لممارسة الجنس معهن في تلك الأوقات بالإضافة إلى هناك شهادات أخرى بحسب التقارير المشهورة من روترز واتحاد المحققين الصحفيين الاتحاد الدولي المحقق للصحفيين نشر هذا الفيديو لإحدى الناجيات وفيه تتحدث عن معاناتها المدير العام الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار البشر إنه لم يكن هناك تعاون عندما اتصلت الوكالة بالسلطات الإماراتية طلبا للمساعدة في مطاردة تجار البشر الذين يمارسون النشاطات من الإمارات إضافة لذلك يقول أنغوس توماس وهو ناشط بريطاني أسس منظمة تثقيفية بمكافحة الاتجار البشر مقرها غانا إن السلطات الإماراتية بما يتضمن الشرطة لم تكن متعاونة عندما تم حثها على مساعدة الإفريقيات على الفرار من غولد وشركائها ردا على ما جاء في التحقيق قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن مزاعما خراط غولد في الاتجار بالجنس مستغلة النساء الإفريقيات في دبي هي كاذبة وليست لها أي أساس كما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإحاءة بأن الإمارات تتسامح مع الاتجار بالبشر أو أنها لا تولي ضحايا هذه الجريمة النكراء اهتماما يذكر هو أمر خاطئ تماما القوانين الإماراتية المتعلقة بالاتجار بالجنس تنطوي على غرامات باهظة وعقوبات بالسجنة الإمارات أحالت عشرين قضية التجار بالبشر إلى المحاكم في عام 2021 معظمها يتعلق بالاستغلال الجنسي كما قالت الوزارة إن الإمارات تشارك في عمليات الشرطة الدولية التي تستهدف شبكات التحريب أما بالنسبة لكريستي جولد فإنها تحاكم غيابيا بينما تواصل السلطات الناجيرية مطالبة دبي باعتقالها وتسليمها وفي حين لم ترد جولد على أسئلة من أجل هذا التقرير أو من أجل إعداد هذا التقرير فإنها سبق أن قالت في بيانه للمحكمة الناجيرية إنها ساعدت نساء ورجال ناجيريين على الانتقال إلى الإمارات من أجل تأجير جزء لهم من شقة تملكها في دبي وأن الأمر يصل لتقديم المشهورة إليهم مثل الأم حتى يتمكنوا أيضا من تحقيق النجاح في دبي بحسب روايتها شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها